المشروع تعمل حقيقي. وكان في مشاكل فنبدأ نتكلم عن المشاكل وكان في حلول وكان في دروس مستفادة ، اي حاجة بتعملها بقى فيها مشاكل وبدأ تحلها. الفوايد اللي عادت علينا في المشروع ده في ال-MEB. يعني ما كان في فوايد عادت على الارتكشرة. عادت على الصراكش المنجع بيها. الفوايد اللي عادت علينا احنا ك-MEB من المشروع دوت. نحن نشوف المشاكل كلها وقدرنا نحلها أثناء التصميم بعدما تفعل الشغل مجلس تكسر بالحلق وقدرنا نحن موضوع الوقت الذي كان فيه مشروع يج طويل القمرات وقدرنا نحن نحن مكان فهذا يحدث في القمرات نحن في الطريقة العادية و كنا شغالين و لم أكن أفهم شيء أنا ككهروميكانكا لم أكن أفهم شيء أنا لا أستطيع أن أخيلها من المخططات من الأشياء التوكاد 2D و الساكاشي من البلنات هو عمل شيء غريب و لكن لا أستطيع أن أخيلها فكنا من هذا أن أخيلها على الأخير مشروع نعرف بقى أنه عمل هنا مثلث و زل ما أستطيع أن أفهمه إنما دلوقتي تبقى في السريدي سهل جدا أن أخذ ساكشن في أي مكان و أفهمه و أعايزه أو أخذ ساكشن في استراس الأبعاد و أبدأ أفهمه و أعايزه فده أخذنا كثير جدا أننا حاب نفهمين بعضه و كل واحد فهم الثاني عايز ايه أو فكر في ايه أولا لما صمم حاجة أبعتها له ممكن أنا أقول له بس الحاجة هو مش متخيل للرفاع بتاعها دلوقتي لا بقى أننا أجاب المكان مزوط و نحطه و هو يقدر نشوف اللرفاع بتاعها يكفي أو ما يكفيش التصميم بقى أفضل بكتير لأن احنا بدأنا نعمل التصميم و نشوف مش في المشكل يعني هنا مثلا فيه فلاش موجود فبقى هنا نشوف كل حل من المشكلة و نحن نشغلين تمام؟ لما كنا نعمل حاجات دي بالكاد نعمل بقى ملغة تحتر جدا الانتجارة تعالت نزالة إحنا دلوقتي نبقاش فاكرا في كتو دي بس لأ لحنا نعمل فاكرا في حاجات تانية وبالا نعمل الجستاس ده عامل زيليد بس خاصة بدول القطر تمام؟ نعمل السكشن السواصياتي قبعد لم يكن شيء موجود بلنا نعمل كل دبلو سي بنعمله السكشن السواصي بحيث الواحد تتخيل حاجات تعملت كيف حاجات تعملت لأنه يكون في حتة أي حتفة مشكلة نحن نخص السكشن بسواب وهذا عديل كان يحصل على السكشن الكلوبريشن بقى أفضل بكتير مع المعمالي والإنشائي بقى مخدش وقت خالص فبقى الموضوع أسهل بكتير لأنه لو أقى أي مشكلة تحصل أول ملاقا دعا خلي بالك فيه تعدلات هم محتاجينها الموضوع التكومنتيشن باش ياخد منها وقت خالص هذا ما تعرفين الاسكادول أصلا بيتحط في التمبليج قبل ببدأ شغل يعني الاسكادول بتاع الشركة ده خاصة بشركة نحن نشغل فيها محطوط بنفس الاستيقى دية والتمبليج فاضل كل ما بيرسل حاجة محطوط بنفس الاستيقى فده يوفر علينا وقت كتير جدا الكلاش في السلوات الأبعاد بقى مفهوم في الكلاشات في السوائل مبارد بنادروس يعني كان الأول بخط بقية كتير قوي عشان عرفين ما كان الكلاش وممكن أن أحرق كلاش وده حقيقي في طرقة فهيعمل الكلاش في مكان تاني خالص وانا كنت تحصتها فما اهتمش بها ويتشوفها في الموقع فدلوقت لا أفضل أفضل أشتغل لحد ما نخص الكلاشات مان عملوا قصوب مان عملونه قصوب مان بقى ماشي ببعاهات مثلا ذا في كلام خارج هنا ولو ما نقفش داقبت بقى مان عبتا من خلال قصوب وفيه برقة اسمه انتسكيب دا قويس جدا يعني لقصوله في الريفت ضعية شوية فده زبت الانشي انتسكيب اه دا أبارة عن بلابين جوا الريفت تباعد بلابين جوا الريفت تواصل الانتسكيب من ذلك يمكن أن يكون هناك شيء تتركب قبل شيء ثاني يعني هناك مكانة كبيرة تدخل الغرفة اللي احنا فيها دي بس الباب صغير يبقى انا ادخل المكان الاول وبعد كده اعمل باب اشوف ايه الاولويات بتاعت العملات بتاعتي الموضوع الحصر الموضوع الحصر ده كويس جدا يعني من ضمن الحمال بتاعته وهو يحصل لطرب كبيرة جدا يعني ممكن اقول له ايه؟ انا عايز الوصولة ديت وتمنها كذا وتكلفة تركبها كذا وتكلفة العمل اللي هيكي يركب لو انا جدت حاجة من بره تمام؟ هكالفنا الدين فده اللي خلنا نتقص بالمشروع ان احنا قبل ما ندخل ان احنا حاول ناخد المشروع في كذا الشركة بنفسونا بس احنا عرفنا المشروع ده هيتكلف كام بالضبط فقدر من نفترض المبلغ اللي كويس واللي حقلبنا ربح تمام؟ فيه شركات تانية مش قادرة ففرض سعر عالي جدا فيه شركات حاطن سعر رخيص ممكن يخصر المشروع اعمالنا لايت انالسيس في المشروع ده بدمن الاستفادات اللي افاد نافعنا في المشروع